وقال المتحدث باسم وزارة دفاعي الصينية يوم أمس الثنين إن تعديل المقاري العسكرية يعد تقدما كبيرا في عملية الإصلاح العسكري الصيني إن هذا التعديل يساعد على التمسك بالقيادة المطلقة للحزب الشيوعي الصيني على الجيش والقيادة الموحدة للجنة العسكرية المركزية كما يساعد اللجنة العسكرية المركزية على تنفيذ الاستراتيجية والإدارة فضلا عن تقييد السلطة والإشراف عليها